طب احنا يعني احنا بالطريقة دي بالمشهد اللي احنا فيه ده يعني هل نقدر نقول انه منتخب مصر محتمل انه يقدر يحط رجليه في نهائيات كأس العالم اللي هو يقام في امريكا وكندا والمكسيك ولا لسه بدري ان نقول هو الوضع الطبيعي انه لازم يكون حطت رجليه يعني هي الفكرة كلها حطتها بقوة وقف على عرض صلبة بالضبط كده الفكرة كلها انت كسبت بوركينا فاسو فابعدت منافس وخدت تلات نقاط مهمة لكن مش طبيعي يعني انا عايز اقول ايه مش طبيعي ان احنا نقعد القلقنين جدا بهذا الشكل في مثل هذه المجموعات يعني انت عندك الفرقتين اللي شوية بيتكلموا معاك يعني بوركينا فاسو ودخلنا معاهم غنيا بيساوا النهار لكن غير كده المجموعة فيها ايه اسيوبيا جيبوتي وسيرليون وانتي كسبانا الفرقة سيرليون ستة ستة صفر جيبوتي ستة صفر مش كده جيبوتي ستة صفر وسيرليون اتنين واثنين صفر مع سيرليون صح بالضبط ستة واثنين فبالتالي يعني المجموعة من يعني بصي خلينا نبقى واقعين فرقة منتخب مصر عندها فرصة زهبية للوصول الى كاس العالم احنا مش بنتكلم على كاس العالم دلوقتي يعني خلينا واقعين كاس العالم هيبقى فيه 48 فريق في الدور الاول بس احنا المشكلة حتى لو الفرصة سهلة بنيجي بقى على اخر لحظة وصعبها على نفسنا لا ما هو دا بقى ونعمل حزب ببرمة ما هو دا اللي احنا مش عايزين نوصله احنا لو حصل النهاردة ان احنا كنا كسبنا والشوت تاني كان عندنا فرص كتيرة جدا جدا لاحراز هدف واثنين يعني في مرمى غينية بيساو لكن احيانا تصارعين انا بشوف ان الهدف اللي احرازه محمد صلاح هو تحرك فردي من محمد صلاح اه طبعا بس هو مهارة شخصية ورؤية يعني اخذ الكورة ورقص كذا لعيب جوه منطقة الجزاء لغاية ما شاف الزاوية اللي يحط فيها الكورة فاضية فلعبها يعني هو دي مهارته الشخصية تاكتك محمد صلاح تاكتك ايو انا عايز هو بقى كل لعيبتنا يشتغلوا على الجزئية دي ما هو احيانا الاداء الخططي والحاجات دي مش بتخلص انت محتاجة لهم نجوم عندهم مهارات خاصة يعني احنا عمنا كم حد عنده مهارات خاصة لا عندنا ما انت عندك تريزيجية عنده مهارات خاصة والتريزيجية جاب جنين المرة مثلا وقبل كده جايب في التصفيات برضو وزيزو وزيزو طبعا امام عشور لا فيه لعيبة كتير عندنا عندها حلول عندها حلول والحلول دي بتريح يعني انت عندك في ماتش بوركينة فاسو لولا النشاط والجهد الشخصي لتريزيجية واسراره على انه يسجل والتوفيق بقى اللي بيصاحبه فطبعا لولا كده كان ممكن جدا برضو بوركينة فاسو تبقى مشكلة بالنسبة لك لكن اجمالا احنا عندنا المقومات اللي بتقول ان احنا نصعد الى كأس العالم وما بعد ذلك بقى هيبقى فيه كلام عن كأس العالم نفسه يعني اصدق نتيجة النهار ده وهدف مصر النهار ده واحد جون مهم يعني محمد صلاح هو شطارة فردية من محمد صلاح اكتر منها ادارة من مدرب لا هقولك حاجة ادارة المدرب عشان برضو ما يتفهمش الكلام على انه انا بشكك في الادارة الفنية اصلا برضو تريزيجية برضو ايو لا وهو المدير الفني يا سيدة هنجي المدير الفني شغلته بيتكلم وبيقول وبيحط طريقة اللعب ومين هيلعب هنا ومين هيعمل ايه ومين واجباته ومين واجباته وايه والكلام ده بس ده مش معناه ان المهارة الفردية مش بتخلص المهارة الفردية هي برضو ادوات المدرب مين اللعيبة لو انت عندك اتنين لعيبة تلاتة في فورمة عالية وفي يومهم زي ما بنقول ما هم هيخلصولك اللي انت عايزاه يعني اصل الناس متخيلة برضو ان المدرب بيتعامل مع الفريق على انهم قطع شطرنج هنعمل كده يبقى هنعمل كده طب هو التنفيذ من اهم النقط اللي في كرة القدم طيب